ملف الجمعيات الخيرية في الكويت يعود إلى الواجهة مجددا بعد ضبط الخلية الإخوانية قبل أيام تقارير صحفية كويتية ذكرت أن بعض عناصر الخلية الإخوانية كانت على كفالة جمعيات خيرية وبحسب التقارير فإن مجلس الوزراء الكويتي شدد ضرورة تكثيف الجهود لضبط عملية التبرعات معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الكويتي السيد فؤاد الهاشم سيد فؤاد معنا في برنامج المساوى على سكاي نيوز عربية الموضوع الكويتي خصوصا في مسألة القبض على الخلية الإرهابية الإخوانية وأيضا موضوع الجمعيات التي كانوا يتبعون لها يعني ترى في وسائل الإعلام هي يعني بكل يوم يتم تداولها وبشكل معمق إلى أي مدى هذه التحقيقات ستصل إلى ملاك هذه الجمعيات الخيرية سواء من الكويتين أو غيرهم وإلى أي مدى ستحفر عميقا لإيجاد معلومات حول دعمي الإخوان وهذه الخلايا بداية الجمعيات الخيرية عندهم من الكويت تتوالد مثل الورم السرطاني منذ يعني منذ السبعينات يعني كانت واحدة أو سنتين بالستينات وتفاجأنا لغاية مثلا اليوم عندنا المئات منها وتتبع كلها تقريبا يعني أغلبها سبعين بالمئة للإخوان المسلمين ظهر الجمعيات أخرى تتبع الجماعة السلفية ويعني الشيعة طبعا دخلوا هم أيضا قالوا بعد إحنا آهدين جمعية عملهم جمعية لكن ليس لها ذلك الثقل الذي يواجه به الجمعيات الإخوانية هذا حتى في جمعية يعني قبل الغزو هذا الكلام هذا قبل التسعين يعني وجوني أولياء أمور يشتكون أن أولادهم وبناتهم في جمعية خيرية تامعة للإخوان تديرها داعية سورية هي أخة أحمد جبريل زعيم الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحريف فلسطين هذا شيوعي أخة داعية هو شيوعي والأخة داعية وكان من ضمن الأشياء الطريبة قالوا إياه أنهم يمارسون طقوس يحطون صورة الداعية على السجادة لكل طفل أو طفل عشان يصليوا صورة الداعية السورية تترسخ الصورة تترسخ الصورة يعني هي عبارة عن سفينج يمتص الأموال أموال رهيبة والكويتين بعادتهم خصوصا في شهر رمضان يعني يطلوا الفلوس قط بسخاء بسخاء وكل ما نصحناهم عبر الصحافة يعني أنا شخصية تلك وكانوا يقولون بعد إحنا إحنا الفلوس اطلعت من ذمتنا وصارت أهمتهم علما بأن اللي في ذمتهم ليس لهم ذم أصلا لهم الأخوان المسلمين آخر مؤتمر المانحين اللي قامتها الكويت لدعم العراق وإعادة أعمار المدن تبرع جمعية الأصلاح وهي المقر الشهاد الأصلي تابع الأخوان بمئة مليون دولار عندما تتبرع جمعية عادية خيرية مساعدتها من الشؤون تأخذ 12 ألف دينار حسب القانون بمئة مليون دولار كم مليون دولار ما أعرف عندها لا يمكن أحد يتبرع مئة مليون وهو عنده 120 مليون مثلا أكيد عنده مليار إذن هذه الأموال من يرصدها ومن يحاسب عليها أعتقد الحكومة يعني هذا صعب جدا عليها أن ترصد كل هذه الجمعيات والأصعب عليها أكثر أن تتصدى لها الآن السكين وصلت للعظم ودخول هذه الجاليات يعني إحنا بس ركزنا على الأخوان المسلمين المصريين عندنا أخوان المسلمين من السودان سودانيين عندنا أردنيين عندنا فلسطينيين خالد مش علمال حماس رضع وولد وعاش وده أخوان بالكويت وهذه يعني أس المشكلة أستاذ فهد هنا يعني أنا خلال الأيام الماضية كل يوم لدي كثير من المحللين السياسيين الكويتيين عندما أصل للأخوان الكويتيين يقول الدولة محكومة بالقانون وحرية الفكر وما شابه طيب حتى لو كان هذا الفكر هادم للدولة ولا أمن الدولة ما رأيك في هذه المسألة؟ حكاية هذه حريقة الفكر هما يعني يخشون أكيد هذول اللي يقولون لك هذا الكلام لهم مصالح ما مع هذه الجماعات وهم أساسا يعني ذول الأخوان يعني أمدخلين الجميع معهم حتى يصبحوا نوع من تعطيهم نوع من القوة وبالتالي حكاية أنه والله هذه حرية رأي حرية فكر هذا أمر غير مقبول على الإطلاق المسألة أن الحكومة مجبرة على التعامل معهم وأنا زي ما قلت قبل قبل أيام على الهواء في محطة أخرى في زواج كاثوليكي بين الحكومة والأخوان عمره 25 سنة لا طلاقة فيه وشبهت العلاقة بينهم مثل رجل اقتصب امرأة وأجبر على الزواج منها وعاشوا ببيت واحد تخيل يعني رجل يعيش مع امرأة وامرأة تعيش مع رجل اقتصبها ولا تريده ويعيشون مع بعض هذه هي بالضبط العلاقة بيننا في كل حكومة رؤوسهم تبرس ونريد وزيرين أو ثلاثة ودائما كانوا يحلمون بوزارتين يتقاتلون عليها التربية ووزارت العلام هذه الوزارتين كانوا دائما يستذبحون للحصول عليها وكان دائما الحكومة يعني تتصدى لهم بشدة في هذه النقطة تعطيهم أي وزارات أخرى شؤون تجارة عدل أوقاف إنما الوزارتين دولة تخشىهم بالفعل تخشى الحكومة إنهم لو استلموها التربية والعلام معناته يعني أمسكوا بفاصل دولة كلها وطبعا في أحد المسؤولي الأكبار بلغني ذاته يقول أنه كانوا يضغطون عليه لكي يعينوا أخوانجي عشكري مدير لكلية الشرطة ومدير لكلية الحربية العشكرية خيال لما ضباط وطلاب يدخلون ضباط جيش وضباط شرطة تقوم تخرجين من الثنوية والمدير أخوانجي بعد أربع سنوات الضباط يطلعون فيه أفكارهم والجيل اللي وراه والدفع اللي وراها إذن مشروعهم طويل وإذا يعني هذا ربما ضارة نافعة ربما أنه يعني هذه الخلية الآن اللي هي تقريبا أشبهنا ب يعني رأس جبل الجليد يعني ما هو ما هو تحت بلأود أعمق أعمق يمكن الآن هي ناقوس يدق ممكن إشارة خطر لعل الحكومة تزيل الغشاوة عند عيونها وتعرف أنها يعني أصبحت الآن محكومة بالكامل لهذه الجماعة المشبوهة والممبوذة أيضا سيد فؤاد البعض علق على بيان وزارة الداخلية قال كان قويا قال الخلية الإخوانية وقال الإرهابية أيضا يعني لو كانت مسألة تسليم للجانب المصري فقط لن يقولوا الإرهابي أو كذا هل قرأت منها ربما هناك عزيمة من الحكومة الكويتية لاستئصالها أو لا ما هو هذا يعني أولا ناقشها لغويا طبعا خلية متهمة بعمليات إرهابية وتفخيخ وضرب مدنيين وقتل وإلى آخر ما الذي يمكن أن نطلق عليها خلية إسلامية مسالمة أو أنها خلية خلية نحل أو أنها خلية سياحية إذن هي خلية إرهابية أولا هذا بنحة اللغة الشيء الآخر يعني زي ما قلت أنت يمكن الحكومة الكويتية الآن يعني قررت أن أن تضحي بهذه المجموعة المتعال الزوجة التي عاشت معها 65 عاما تريد أن تمهد للرأي العام الشعبي الكويتي وللخارج وللجيران بما هو آتن أنه ممكن الآن في خطوات كويتية حكومية قادمة قد تؤدي إلى افتراض أن هذه الجماعة إرهابية وهم طبعا يعني كل الغضب هذا مش عشان الكلمة فقط لأنه المرة الأولى يشعرون بصفعة الحكومة اللي كانت دائما تمسح عليهم بريش النعام 65 سنة شهر عسل دي 65 سنة كلها عسل مع إشطة مع الأخوان وفجأة هم الآن صدموا أنه شنو الموقف الحكومي الكويتي كان ممكن طبعا الحكومة لو أنها ما تريد أنها لديها خطة منتقبلية لهم كان ممكن يتم إبعادهم بالصمت هؤلاء ومن ومن سيكون يدري عنهم صحيح يتم تم القبض عليهم ثم ترحيلهم بيجوا إلى مصر بيجون هذه الضجة العالمية إذا الحكومة أرادت بهذه الزوبعة وهذا البخ الإعلامي الضخم أن توجه رسالة بأننا قادمون على ما هو أكبر بالنسبة لكم أشكرك كان معي هنا في الاستوديو الكاتب والباحثة السياسي الكويتي الأستاذ فؤاد الهاشم شكرا لك